منظمة إغاثة ذكرت أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم قبالة ساحل المغرب بعد أن واجه القارب الذي كانوا يستقلونه مشكلات لدى محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري بإسبانيا وقالت منظمة غير حكومية إن نحو 58 شخصاً كانوا على متن القارب قراءة في تعليقات الإسباني الصادمة في هذا الفيديو علينا أن نضع جميع أعضاء المنظمات غير الحكومية التي تشجعهم على أخذ هذه القوارب في السجن إذا لم يشجعوهم فلن تكون هناك هذه الوفيات ثلاثة لليثميل أبث في عام واحد في جزر الكناري وحدها أربع سنوات أخرى مع سانشيز وإسبانيا ستنتقل من 47 مليون نسمة إلى 90 مليون من السود الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك شراءه ما هو مزعج هو أنه عندما يتم إنقاذهم لم يعد المغرب يدخل أوروبا وتضيع الأموال والإعانات المدفوعة لكل وحدة يتم نقلها لتجنب ذلك على المغرب أن ينقذ منظمته غير الحكومية يجب معاقبة إسبانيا على تلك الأرواح المفقودة